من خارج النص صدر القرار لبريطاني بحق حزب الله لم تعد لندن تريد الاكتفاء بالتمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للمقاومة فكان لابد من إطفاء المزيد في سبيل أبلسة حزب الله القرار بحد ذاته ليس غريباً وبريطانيا نفسها راعية إسرائيل منذ وعد بلفور ليس مستغرباً أن يصطر عنها مثل هذا القرار فحزب الله هو القوة الإقليمية التي كسرت أسطورة إسرائيل التي لا تهزم وهذا يشرح مسارعة تل أبيب إلى الترحيب بالقرار لبريطاني ودعوتها الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذو لندن في الواقع الغرابة تكمن في أمرين أولاً في المضمون وثانياً في التوقيت فالقرار يشمل في إدانته كل مكونات الدولة اللبنانية تقريباً لكونه ينص على أن العضوية في حزب الله أو الدعوة إلى دعمه إنما هي جريمة جنائية تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات فكيف ستتعامل لندن مع معظم القوى اللبنانية التي تدعم حزب الله؟ وهل المقصود الضغط على العهد الرئاسي المتحالف مع المقاومة؟ أم أنها مجرد حلقة في مسلسل الترهيب نفسه الذي يقوده الغرب بهدف إخضاع حزب الله بغير الوسائل العسكرية التي منيت كلها بالفشل؟ هل نحن أمام نصب فخ للفتنة في لبنان؟ وهل المراد هو توتير الجو في لبنان والمنطقة؟ ومن هنا تبدو لافتة للانتباه مسألة التوقيت ففي جنوب لبنان لا تسجل تطورات تستدعي القرار والأمر نفسه ينسحب على الوضع الحكومي الذي سلك دستوريا أحداث سوريا تتركز حاليا على إدلب وتداعيات قمة سوتيشي في الداخل وفي العراق لا حديث عن دور حالي للحزب أما الأوضاع في اليمن فمتجهة نحو إنجاح المبادرة الأممية على الأقل من جانب حكومة صنعاء وأنصار الله وأبعد من ذلك ماذا عن التناقض في سياسة لندن التي طارة تتهم حزب الله بأنه ميليشيا تابعة لإيران وطورا تفصله كليا عن إيران عبر حرصها على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ربما الجواب يكمن في موافقة البرلمان البريطاني على القرار كشرط ليصبح الجمعة ساريا المفعول اشتركوا في القناة